السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 16 ايلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الدلو لغاية الساعة 9.38 دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحوت ورح يظل القمر موجود في برج الحوت لغاية الساعة 9.23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من صباح يوم الاربعة القمر طبعا الان موعد بث الحلقة ما زال موجود في منزلة سعد الاخبية وهي منزل الحماية والضرر والضفر والعقد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7.42 دقيقة من مساء الاحد بتوقيت جرينج بعدها بده ينتقل القمر لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4.32 دقيقة بعد عصر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها على منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ايضا القمر بما انه ما زال موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح فبنظل بنشعر انه بحاجة ماسة للتغيير لانه الروتين هو عدو وهذه الفترة يجب ان نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي او مجموعة من الاصدقاء او تجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الاشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي اكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا او بايضا ممكن الاهتمام بشراء او بيع الاجهزة الالكترونية والتكنولوجية وتجربة اطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون يعني ذروتها الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الاطوار وبرضو بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن يتعرضنا للفرق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج خلاص القمر بينتقل بيستقر في برج الحوت فعشان هيك من ساعات الصباح بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين نشكو ومنكشف عن مشاكلنا للاخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة والبعض ممكن يترب من المسئولية او من المواجهة والالتزام في بعض الامور كثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالاضافة الى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض او التهرب من العمل بسبب الملل او الاحباط او عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن بعض الاشخاص يبدأوا علاقة حب جديدة يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الاعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى برضو جيدة لشراء كاميرا او معدات فنية او البدء بعمل فني اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لعيلها بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية من الان وحتى ساعات الصباح اما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا القدمان اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وارضو عنا اللي هو الهرمون المسكن للالام الاندروفين هو برضو اليوم بيكون باقل قيمه فعشان هيك بنشعر بالالام اكثر من المعتاد وايضا عنا هرمون الميلاتونين وهو هرمون المساعد على النوم برضو بيكون باقل حالات وعشان هيك كثير من الاشخاص بصير عندهم ارق او قلق او قل في النوم او حتى كوابيس واحلام ما الها اي تفسير طبعا ابتداء من اليوم لا يوصى باجراء العمليات الجراحية الا اذا كانت اضطرارية فقط لانه مراحل اكتمال القمر وحكينا انه في مراحل اكتمال القمر بتزيد ميوعة الدم والاشخاص اللي باخدهم مميعات اذا ما انتبهوا ممكن يصير عندهم بعض النزف هذا الشيء بغلب بالعمليات ولكن برضو الوقاية في المجال الطبي هذا اليوم يصلح للحجامة ايضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها لا يصلح لازلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه بدأنا الان في مرحلة لا يصلح للقص العلاجي القمر بما انه رح يستقر في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعاء ببدا الساعة تسعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره اربعة عشر يوم تمام الساعة تنتين واربع وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم الخمسطعش نسبة الاضاءة ثمانية وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحس بنسبة اربعين في المية القمر في الدلو رح ينتقل للحوت ورح يضل في الحوت ليوم ثمانتاش تسعة سعيد الان بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة عشر في المية ساعات العصر منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في العذرة حتى يوم ستة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة في المية الآن ساعات المساء منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% الآن ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثاور بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح تنشطوا بين الأصدقاء بالعلاقات الاجتماعية ممكن بعضكم يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض المعارف أما من ساعات الصباح بتشعروا بالتعب بنال منكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب بتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة يعني تعتبر هاي فترة أضعف أيام الشهر حظا فما ترهن على الحضوض أبدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا إنكم ما تخلفوا القوانين ما تجازفوا ما تغمروا بسمعتكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف رح يكون مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وأخرج للقاء الناس برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بظل النشاط على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أوراق ومعاملات قانونية اللي بدو يتقدم لامتحان أو مقابلة في ساعات الصباح بدو يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات الصباح وما بعد بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وتعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرص تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية وهاي فترة فيها بعض الصعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعات الصباح بظل التركيز على الأموال المشتركة أي المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين وتفحصوا حساباتكم المشتركة وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات الصباح طبعا بتنشطوا بالاتصالات الخارجية أو تعامل مع الأجانب أو بتنجحوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم أحباكم أهمش أنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليك كن جاهز لتحمل المسئولية وهاي فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم فإذا من الآن وحتى ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكنها فترة ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة وما تتخذ أي قرارات حاسمة وما تدخل بأي مواجهات أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاضروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة خلال هذا اليوم وممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو بنكية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن وحتى ساعات الصباح وحاولوا إنكم ما تبادروا لأي عمل جديد ممكن تضطر لعمل وقت إضافي أو ممكن يكون فيه خلاف ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل حاول إنك ما تكبر الأمور من ساعات الصباح بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية يعني القمر أصبح مقابلك تماما بتصير هاي فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكنها فترة صعبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية وبحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بالظل العاطف قوي لديكم وبيميل أحبائكم للتجاوب معكم فترة جيدة لممارسة هواية أو الاهتمام بالنفس أو التقرب من الأحبة أو الأبناء معني فترة إيجابية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم بتصير فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني أو رياضة ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهميش إنك ما تأجل أعمالك وما تضيع الوقت وراعي ظروفك الصحية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأنه بظل الاهتمام فيما يتعلق بالبيت والعائلة ممكن يكون في بعض الأعطال أو صحة أحد أفراد العائلة بتكون بحاجة للرعاية أو حدث عائلي معين أما من ساعات الصباح وما بعد بصورة عامة بتجتازوا يوم إيجابي يبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني وبدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك لأنه في فرص قوية خلال هذا اليوم حضر بشكل جيد لأعمالك وما ترتجل ممكن تنطلق بمشروع جديد أو ممكن تتلقى إيجابة أو إشارة مهمة يعني في شوية حضوط برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بيظل التركيز على التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات لغاية ساعات الصباح عند قدرة على الإقناع اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد وخصوصاً في ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد وبشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدية ولكن برضو بتكتخففوا من النفقات وتنتبهوا من النصابين والمحتالين أما من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبصير هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات للمشاركة في المؤتمرات والندوات أو أخذ دورة معينة وبتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا عندكم نشاط عالي جدا بظل غاية ساعات الصباح مع هيك حاولوا أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد واصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل بظل في عندك طاقة إيجابية بظل ملفت للانتباه للأشخاص اللي بتتعامل معهم الحظوظ بتدعمك أما من ساعات الصباح ممكن تحصلوا على مبلغ من المال يدفل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي خلال هذا اليوم ابتستعيد ثقتك بنفسك لكن حاذر المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الفجر لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاولوا قدر الإمكان أنكم ما تتخذوا أي قرار حاسم ما تبادروا بأي شيء جديد حاول أنك تأجل كل أمورك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفح عليكم بإمكانك أنك تعزز معنوياتك من جديد أو تتحمس لمبادرة أو لإدخال تعديلات على حياتك يعني بداية فترة حافلة بالنشاطات الإيجابية وبتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر